السلام عليكم اخواني اخواتي في هذا الفيديو القصير من قناة مواهب يومية وخياطة اليوم اخواني اخواتي رح ندير لكم طبخة سهلة وفي نفس الوقت رح يستفيدوا من هذه الطبخة اللي رح تشوفوا فيها من التواب الكامل على الشاشة والخضرة ثانية اللي استعملتها هنا يا لبنات رح عن طيب الكرشة ولا كما يقولوا لها الدوارة مشتاع غنمي لكن تعبقر كما رحكم تشوفوا فيها هكذا بيضة ونقية شريتها مع البوشخي هكذا لكن انا زيت شمختها ولا كما نقولوا زيت خليتها في الماء تشرب هذك النصف القارس ولا كما تقولوا الحامض ودرز معها الملح بزاف بيت ناحا كامل هذك الحويج اللي ما نشوفه مش بالعين المجردة كما قلت لكم بغير قصد خليتها ساعة ونصف حوالي ساعة ونصف ساعتين لاني كنت عدي اشغال اخرى كي رجعت كي غسلتها ما شميتش كامل هذك الريحات على الدوارة عجبتني الفكرة قلت نقولها لكم المهم زيت علي هذك التواب اللي شفتهم في بداية الشاشة اللي درتملكم كامل اسمهم درس لكم مثالي الثوم ما قطعتوش خليتو كيمارا يعني مع طياب فلا ككوت راح يطيب بسرعة معناتها يدفرتت وما نشوفهش كامل في الطبخة تعنا هنا بعد ما زيت الزيت زيت هذه الخضرة وزيت المعدنوس اللي كراكم تشوفو فيه معدنوس وكزبر اخضر بخلطين في زوج باه يعطوه لها هذه النكهة ثاني وكما تعرفوني دائما مع التوابل نزيد الماء باه ما يتحرقوش عفوا في اسفل الطنجرة او الكوكوت الضغطة كل واحد كيف هيقولها مهمنا دائما نحاوس لكم على كلمات السهلة لتفهموني هنا بعد ما نخلط كامل هذو كل التوابل بيدخلوه في الكرشة روح نقليهم حوالي خمس دقايق والله عشر دقايق حتى نشوف بدأت تشرب كامل التوابل تاحة كما راكم نشوفو هنا في الشاشة بدأت تغليم ليه وزدت لها الماء بارك ما يعج بزاف الماء في معناتها هو اللي صمت لكم هذك اللحم درت كونتيتي صغيرة وهنا اللي زدت عليها البزباس اللي قسمته على اثنين اللي تحبو تخلوه كيما راح كامل معناتها هي طيبة ربعين دقيقة والبزباس بسرعة يطيب انا قسمته به يعطي هذك النكهة ثاني يعطي له الضوء تاع البزباس في الكرشة ومبهما ثاني ما نشموش الطيبة تاعنا كانين ما يحبوش رائحة تاع الكرشة انا ما جانيش الريحة لاني كما قلت لكم خليتوا بزاف الماء مع الملح والقارص واللي تشرب كامل هذك الريحة زينا تاع القارص والملح تعرفوا راه يعطي لبنا كما تشوفو ثاني زيت عليها الحمص اللي كان طيب من قبل معناتها كان واجد في المعلبات اذا كنتوا حابين كانين ما يحبوش الحمص داع المعلبات يحبو ياخد موحدهم برك يوجدوا الافونس هذو الحوائج يطيبوهم زيت عليها الفلفل الحلو ولا كما يقولوا طرشي زيت عليها الكوزبر المعدنوس كما شفتوا وخليتوا من عشر دقائق الى عشرين دقيقة بها هذك الحوائج خاصة الحمص اللي زيتوا كامل يولي فيها الضوء تاع الاصوس اللي قلة فيها الكرشة مهم نرجو روحوا لصحن التقديم كما راكم تشوفو هنا يا يا لبنات جاي شهي 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 قجربوها وقولوا لي رايكم برك اللي حبو زيادة تاع الفلفل يزيدوا برك الفلفل حار سينو المكونات اللي اعطيتوا لهم لكم معا كيلو تاع الكرشة راجا روحة وخاصة احنا في هذا الفصل الشتاء مع ولداتنا معا كسرة مطلوح معا راقساز كما حبيتوا ولا خوبز تجيكم الغداء تاعكم خفيف ثاني كما قلت لكم هنا تزين كما راكم شفتوا البزباس بياف تحتها اللي هان صحتكم تخلوها مجمولة وطيبوها ومهم ثاني اللي كاغوت اللي قطعتهم هنا الجزار اللي قطعته زينت به الصحن اذا كان عادكم جزار كبير وحابين تزينوا صحن تاعكم مع هذو الحوائج كما قلت لكم التزين يلعب دور في الاكل يعني كل واحد يتشاهاه لحسب التزين تاعه زيت عليه ثاني الكوزبر والمعدنوس اللي قطعته رقيق هكذا يعطي لك جمال في الصحن هنا يا هذا هو التقديم لبنات وهذه هي الكرشة اللي قلت لكم اول مرة طيبتها وعجبتني بزافة عنها شاركتها معكم ان شاء الله بركت شوفوا كيفية جات خاثرية لبنات جات روعة روعة ذوف الفم مهم ساعة التاحة تاع الطاهي هي ربعين حتى الخمسة ورابعين دقيقة من الطاهي كما قلت لكم نص ساعة اللولا اللي طيبو فيها الكرشة والخضر وهذه كل 20 دقيقة لزدتهم كما زدت الحمص وهذا كل الحواج دوع التزين مهم كما وردت لكم هنا راها جات روعة روعة ونقول لكم برك اخواتي اللي جربتوها شهية طيبة وخلوا لي تعليق رجعوا الفيديو وخلوا لي تعليق وموما طيبتاش بغية مهم انا ضوقت جارتي فيها ما تحبش الكرشة الله غالب وسيلة برك المرة جاية كلها مهم بهذه الفيديو ونقول لكم نجي معكم من نهاية الفيديو استودعكم في رعاية الله وحفظه ما تنسوش برك الاشتراك والاعجاب وتشاركوا الاهل والاحباب هذا الفيديو الى اللقاء